وأكد الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي دكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن خادم الحرمين الشريفين وجه إلى الإسراع في استكمال الدراسات لمشروع جسر الملك حمد الذي يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية كجزء من مشروع سكة الحديد التي تربط دول مجلس التعاون وقال الزياني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير عقب اختتم القمة السادسة والثلاثين أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي رحبوا بالرؤية التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وأشهد القادة بما تضمنته الرؤية من أفكار طموحة وبناء مضيفا أن القادة وجه المجلس الوزاري بمتابعة تنفيذها وفي إطار العمل الخليجي المشترك قال الزياني أن أصحاب الجلالة والسمو أصدروا قرارات عديدة تعزز المسيرة وترسخ قواعد التكامل والتعاون المشترك من بينها اعتماد القانون الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس واعتماد اللائحة التنفيذية لقرار المجلس الأعلى لموساوات مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستوصفات والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارات الصحة في الدول الأعضاء وضف الزياني أن المجلس اعتمد عددا من تقارير المتابعة التي رفعتها الأمانة العامة بشأن خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وسير العمل في الاتحاد النقدي والاتحاد الجمهوركي والربط المالي واستراتيجية المياه وخطة العمل الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية بالإضافة إلى مفاوضات التجارة الحرة والحوارات الاستراتيجية مع الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية وذكر الزياني أن قادة دول مجلس التعاون أكدوا على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة بما يعود بالنفع والخير والفائدة على مواطني دول المجلس مضيفا أن القادة بارك الجهود الرامية إلى تعزيز شراكة مع القطاع الخاص وأضاف الأمين العام أن قادة دول مجلس التعاون رحبوا باستضافة مملكة البحرين للدورة 37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر ديسمبر العام المقبل من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير أن قادة دول مجلس التعاون توصلوا إلى قرارات هامة في قمتهم الخليجية مشيرا إلى أن أصحاب الجلالة والسمو حريصون على ترسيخ التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية وغيرها من مجالات مختلفة